تحيي تونس مع المجتمع الدولي اليوم العالمي للمسنين الذي اختارت له الجمعية العامة للأمم المتحدة شعاراً لهذه السنة الوفاء بوعود العلين العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجل هذا الشعار دفعنا خرام القبل المنظمة الأممية لصون حقوق هذه الفئة الاجتماعية التي تعاني نسبة كبيرة منها من فقد العائل والسند وفي هذا الصدد تؤكد هسارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أن رعاية المسنين هي من مشمولات الأسرة لذا فإن الدولة تشجع على أن يكون الفضاء العائلي حاضنة قادرة على توفير حجية كبار السن سواء المنتمين لها أو المدعين لديها في نطاق برامج الإيداع العائلي الذي صار يشمل 275 مسناً بعدما انطلق بـ 117 شخصاً في سنة 96 و900 ولف كما تم الترفيع في المنحة المخصصة للمسن من 200 دينار إلى 350 ديناراً وزيادة في عدد فرق الزيارات الخدمتية والتفاقدية للمدعين وترفيع في الاعتمادات الجملية إلى 850 ألف ديناراً ولضمان حق المسنين في إيصال مشاغلهم ومزيد الإحاطة بهم أحدثت الوزارة خطاً أخضر 18-33 لتلقي الإشعارات حول أوضاع المسنين وتوفير الاستشارات النفسية والاجتماعية والقانونية خاصة لفائدة المسنين والمسنات الفاقدين للسند وفي وضعية غير آمنة هذا وتشير التقديرات العالمية إلى أن عدد كبار السن سيتضعف من 12% إلى 22% بين 15 ألفين و50 ألفين